على طريق الهدى والنور نمضي ترسم درب القلوب واحة الإيمان من وحي نور الإله نصف نبني نسمو ونهفو إلى منازل الجينا مواعظ الخير نرسلها للناس جمعا نرددها أفواه العلم تنطقها خيرا تريد وإحسان في واحة الإيمان حياكم الله مشاهدين الكرام مرحبا بكم في واحة الإيمان واحة المحبة والسعادة بصحبتكم في هذه اللقاءات المباركة بصحبات المشايخ والدعاة الأجلة في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع يشكل أهمية كبيرة في حياتنا دعونا فقط في البداية نرحب بضيوفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ وجدي أحمد عسكول أهلا ومرحبا بكم معنا الله يداري فيكم أهلا وسهلا كذلك نرحب بالشيخ أحمد عاشور بن شامس مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء أهلا وسهلا سنناقش معكم موضوعا يتعلق بحياة كل فرد مننا وآثاره ونتائجه كبيرة في الدنيا وفي الآخرة بر الوالدين يقول الشاعر العيش ماضا فأكرم والديك به والأم أولى بإكرام وإحسانه حياكم الله مشاهدين وعوذة على ذي بدأ بدأنا بهذه المقدمة وبهذا التمهيد لهذا الموضوع الذي يشكل أهمية كبيرة لا سيما نحن نرى هناك مظاهر واسعة وتراجع في قيمة بر الوالدين بسبب أمور ويعني تداعيات ومدخلات كثيرة على شبابنا وعلى مجتمعنا بشكل عام سنصل إلى هذه التفاصيل لكن دعنا في البداية ومعكم نريد أن نتفهم مقصود بر الوالدين وأهمية البر في حياة كل شخص الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه وجوده وإنعامه وإفضاله أن يجعلنا جميعا والمشاهدين من المباركين أينما كنا بلا شك أن موضوع الاهتمام ببر الوالدين والعناية بهما من أهم المواضيع التي ينبغي أن يستمع الناس إليها وأن تكون أثرا واقعا في حياتهم وأهمية بر الوالدين تأتي من تأمل كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمتأمل بحق والمتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى يجد أن القرآن عنا بالوالدين عناية عظيمة فائقة من خلال أمور متعددة إذا تأملنا وجدنا أن الله عز وجل نص في القرآن أنه ما من نبي أرسله من أنبياء بني إسرائيل إلا وقرر هذا الخلق العظيم ألو هو خلق البر قال الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان نجد أن الإحسان إلى الوالدين نص الله جل وعلا عليه في مواطن متعددة وهذا التكرار وهذا التنوع في الآيات يعطي المستمع المتأمل لكتاب الله المتدبر عند قراءته أنموذجا واضحا في بيان أهمية بر الوالدين عظيم إذا تأملنا مثلا قول ربنا تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهر حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة لحب ما انتهى بره لوالدين قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي عظيم بعد الأربعين السنة نعم هذا مما يدلك على أهمية العناية ببر الوالدين المتتبع كذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذا الخلق العظيم تأكيدا عظيما لما أتت أسماء إليه رضي الله عنها وأرضاها أتت إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أمي قدمت راغبة قيل راغبة أي عن الإسلام وقيل راغبة في أن تصلني وراغبة في صلتي وبري نعم إن أمي قدمت راغبة طيب ما سؤالك قالت أفأصل أمي يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك هذا الحديث أيضا يعطينا أهمية الإحسان إلى الوالدين وبالأخص إلى الأم الإسلام يؤكد على قضية الإحسان إلى الوالدين خاصة الأم خاصة الأم تقصد هنا أنها كانت غير مسلمة يعني حتى لو كانت الأم غير مسلمة هي في القصة هذه كانت غير مسلمة نعم كانت أم أسماء رضي الله عنها أسماء وأرضاها وأمرها بصلتها ومع ذلك أمرها ربينا صلى الله عليه وسلم بصلة بصلة القضية حاسبة القضية واضحة جدا في موضوع الوالدين لعله هذا يتناقض مع الإنسانية إذا كنا نتحدث عن الإنسانية فأولى بهما أو أولى بها هم الوالدان الحق سبحانه وتعالى كما أشرتم في هذه الآيات الكريمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان مباشرة حسمت القضية مرتبطة بعبادة الحق إذا تريد رضا الله فمربوط برضا الوالدين هذه القضية كيف نعزز قيمتها وأهميتها في اليوم في شبابنا في مجتمعنا الشيخ أحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك عن أبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد حقيقة الموضوع الذي يطرح في هذه الحلقة هو غاية في الأهمية وعلى ذكر لو انطلقنا من ذكر الآية التي ذكرتموها قبل قليل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم تتبعنا بعض نصوص الكتاب والسنة لا وجدنا هذا الاقتران ما بين حق الله سبحانه وتعالى وحق الوالدين يأتي في صور متنوعة وكثيرة وهذا يدل على أهمية بر الوالدين وأنها جاءت بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أنشكر لي ولوالدين يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحد الصحابة أي الأعمال أفضل فقال الإيمان بالله وبر للوالدين في الجانب الآخر يحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر فيقول أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين فالمسألة مربوطة جدا أي مؤمن أي مؤمن يقرأ أو يستمع لمثل هذه الآيات ومثل هذه الأحاديث يعرف أن هذا الحق ارتبط بهذا الحق فإذا كان الإنسان في هذه الحياة يصلي ويصوم ويذهب للحج ويذهب للعمرة ويقرأ القرآن ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ليرضي الله سبحانه وتعالى نقول له وأنت تعمل كل هذه الأعمال ضع في ذهنك أن هذا متعلق بهذا وليس لك الطريق إلى مرضات الله وليس لك الطريق إلى الجنة والنجاة من النار إلا ببرك إلا ببرك إلا من هذا الباب نعم عظيم نماذج من بر الوالدين دروسنا والعظات التي تأخذ من هذه القيم وهذه الواحة الإيمانية التي نحن نستضل بظلالها في هذا اللقاء هل هناك نماذج ممكن الإشادة بها والإشارة إليها الشيخ وجدي النماذج لا شيء أنه متعددة وكثيرة جدا سواء من سير السلف الصالح نعمة الدين سواء من الصحابة رضي الله عنهم أو من التابعين أو من تابعيهم أو حتى من سير العلماء الربانيين كذلك من سير الخلف نجد نماذج كثيرة متعددة تؤكد هذا الخلق العظيم وهو خلق البر مثل؟ لنأخذ مثالا الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو هريرة الذي أصبح اسمه علما وكنيته رمزا كبيرا يعرفه كثير من الناس نعم أبو هريرة رضي الله عنه كان أنموذجا في البر ودحني أخذ قصة مختصرة لكرها الإمام مسلم رحمه الله في صحيح أبو هريرة كانت أمه ليست مسلمة نعم بل كانت تسمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم الشتائم وكان كلما جاء يدعوها إلى الإسلام تسبه بل تسب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لكن أبو هريرة رضي الله عنه حين بلغ من سب أمه له سبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فأبدت فدعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره هذا أبو هريرة رضي الله كان من موذجا في البر مع كفر أمه نعم قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة للإسلام فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه قال اللهم اهدي أم أبي هريرة للإسلام قال أبو هريرة رضي الله عنه فخرجت من عنده وإني والله لمحسن للظن به حيندي يقين أن الله سيستجيب دعاء قال فأتيت البيت لاحظ قال فوجدت الباب قد جاف يعني وجدت الباب قد أغلق قال وسمعت صوت الماء قال فأردت أن أدخل فقالت أمي على رسلك يا أبا هريض انتظر قليلا قال فلبست درعها ثم قالت أدخل فدخلت فقالت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأبكي من شدة الفرح المرة الأولى كان يبكي من شدة الحزن المرة الثانية جاء يبكي من شدة الفرح إنها النبوة دعوة مباشرة على قد سماء وصل طريقها إلى حين أقبل أبو هريرة إلي أبو هريرة أراد أن يبشر فقال أبشر فقد هدى الله أم أبي هريرة للإسلام أبو هريرة رضي الله عنه كان طمعا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يحبب أبا هريرة وأمه إلى الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وقال اللهم أحبب أبا هريرة وأمه إلى الناس قال فوالله ما يسمع بأحد من هذه الأمة إلا أحب هذه بدعوة صلى الله عليه وسلم هذا أنموذج أبي هريرة رضي الله عنه والشواهد التي توريك كيف أن هؤلاء كانوا حريصين على أمهاتهم بهذا المستوى جميل جدا ما تفضلتم اسمحوا لنا فقط نشاهد معكم بمعية مشاهدين الكرام هذا المشهد الذي يجسد معنا ودلالة من دلالات بر الوالدين نتابع السلام عليكم وعليكم السلام يا حبيل محمد أخبارك أبوي خير عساك الله أخبارك إن شاء الله الله حديك أبوي إن شاء الله يا كده منورك نعم خير إن شاء الله بتعرفته يا أبوي إن شاء الله ساعة ربيع أوليدي أصحاب البنك التي قدمت عندهم ضبلونا أبروك يا أبوي الله يبارك فيك أبوي أبو غانا ندعو نسبوع إذا إن شاء الله سماعي أبوي مرحبا أبوي الشغلة دي صدق مرتحتنا ليه يا أبوي ولا أنش راح فيها بها قلبك وأنت اللي تشوفه لا همشي أنت أبوي همشي راحتك أنت ورضاعك أنت يا أبوي هذا رأي يا أبوي وأنت اللي تشوفه اللي تشوفه أبوي باروح عندهم وبعتذلهم فأقولهم خلاص ما عجبنا الشغل ولي تشوفه أنت ها كما قلت لك صدق كدام قلت لي مرتحت 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 أبوي أهم شي رضاعك أبوي كل شي هم يا ولدي إن شاء الله بقع وضعك أحسن منها آمين آمين إن شاء الله ما زال دعواتك تدعي لي أنت أمور يكون لهم يسعى إن شاء الله بتحسن الوضيف إن شاء الله أحسن منها إن شاء الله بتعيبنه وتعيبنه إن شاء الله الحمد لله إن شاء الله ما زالك تسمع كلامي ولدي ما بتخيب أنا ما قبلونا في العمل ذا اللي قدموك 800 سب دعواتك يا أبوي قبلونا ودحين باروح عندهم بكلهم على حسب نعتدر من الوظيفة إن شاء الله يلا أنا بقوم باشوف الوالد عنا تحت يلا آمين آمين يا أبوي ما زالك تسمع كلامي ولدي إن شاء الله ربي بيعوضك ببحث منها إن شاء الله يا ربي خوضوا بأحسن منها وفضل منها يا ربي وظيفة ترضيه وترضينها يا ربي يا ربي ما تغرم بي أبوه قال كلامي وليه تشاوره ليه تشاوره وصلا وقول لك أبوي مرتاح للشغل ما مصلي مفروض ما تشاوره أبدين أنت مفروض ما تشاوره والله حفظه ذا حين أكب مين مرة أقول لك بيه شغل راتب زين عندهم غراءات عندهم شغلات وعيدة بعثوك ذا حين تقول بيه شاور أبوه بيه شاور من درمين بحي ما تخدمون بيه يا أود الحال أنا نشاور أهلي في كل شيء أبوه يا أمي في كل شيء نشاورهم في الصغيرة وفي الكبيرة شاورهم باتشتري حنضل قلهم نشتري مصرة أو مصرتين ما حصلتني باتشغل شغل شغل يعني من بيشتغل؟ من بيشتغل؟ أنا بيشتغل؟ أنت بتشتغل يا سابق تشاورهم يا أبوه أنت تفكر الله في نفسك بس لا لا أبوي وأمي بركتهم بركتهم نمشي نعنى ماشي منك يا محمد ضيعت شغل زين ضيعت حاير كده خلق الله كمي واحد يتمنيها أنا اللي أولى قليل معي بس حاجة شوفها يكفينا دعوة أبوهي قال ربي يعوضت بشغل أحسن بألف مرة من ذا وشوف ما؟ شوف البشار الله يهت اليوم اتصلوا علي منهم؟ أصحاب الشركة هم شركة؟ شركة؟ نفط بترول ثاني يعني شغل ثاني أو أي السبب؟ سبب دعوة الوالدين أو بتروح بتقول ابوك عالك أكيد لازم منهم لازم منه الشعب إذا بيروح بيقول لك ننسي الهدو بعد ما شركة؟ راتبهم بالدولة أه؟ راتبهم بالدولة تامين بس لعتشاور ابوك شهر بشهر قطوب لازم المشاورة لازم منها المشاورة ما قلت شيء لكن شوف هذا التوفيق كله بسببه كله يا أبوي شوفنا أنا وافقت وافقت عليه في شغل واحد اثنين ذلك وشوفنا كله استدبرت لكن التوفيق ده موين جالي بسببهم بس أهلاك أنت بلاش هاولت أبوك و أمك لا ما أبدأ الصدق ما أبدأ كم مين شغل تقدم فيه؟ ما أبدأ قبلك ما أبدأ قبلك أوه شغل اللي هوك أنا ساحذة ها السبب ها السبب أنك ما ترجع لأبوك و أمك تمشي الله فيه رأسك دعوة من أبوك و أمك أحسنك من ألف كل شيء هاوة بس أخي هادي شوف هذي عدي الله حفظك طيبتها واحدة شوف ربي كاكي وفقنا في شغل ثاني ماشي إلا كلها ثلاثة أيام فتيت الجماعة ذلك وتواصلوا معي ذلك وشغل أحسن شغل شركة أوه إن شاء الله لنا إن شاء الله كمين واحد منا ولكن عانا في ذا الشغل وعانا بشاور أبوي و أمي والمشاورة زينة يشوفها بس يعني قليل أنت مفروغ الواحد يعني ها يدبر لكن هذه حياة قم ماذا حين خلنا نفروح للوالدين يا بختك يا بختك أشوف الرسائل حقهم مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الحديث المهم والشيق حول بر الوالدين و الالتفاف حولهما من خلالكم الشيخ أحمد بن شامس نريد أن نتعرف على أشكال لبر الوالدين البعض يظن أنه مباشرة في سماع كلامهم فقط هل هناك أشكال أخرى؟ بالنسبة لي بر الوالدين أو قبل أن ندخل في موضوع أشكال بر الوالدين لو تكلمنا عودة إلى النماذج وفيها شكل عظيم نعم أعتقد أنه لا يمكن أن يتكرر هذا الشكل أو هذا النموذج وهو نموذج نبي الله إسماعيل إبري إبراهيم عليه السلام قال يا ابني أني أرى في المنامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى الجواب الذي نقرأه في القرآن الكريم نطق به إسماعيل عليه السلام جواب حقيقة يكاد لا يستوعبه عقل ولا يمكن أن يتلقاه قلب لو لأن هذا المشهد نقله رب العالمي سبحانه وتعالى صدقا وحقا عن أنبيائه نعم يا أبا تفعل ما تؤمر افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر عظيم استجابة فلذى تكبده استجابة تامة يأخذه ويطرحه تله للجبين ويرفع رأسه ويضع السكين على رقبته فلما أراد أن يذبحه فإذ بالله سبحانه وتعالى يفديه بكبش أو بذبح عظيم نعم هل يمكن لهذا النموذج أن يتكرر؟ هل يمكن لهذا الشكل أشكال برء أن تتكرر؟ وهو درس لا لا درس عظيم كل ما يأتي في القرآن الكريم ينبغي أن نتوقف معه ينبغي أن نتدبره نحن في هذا الزمان على وجه الخصوص لا نريد مثل هذا النموذج ولن يتكرر مثل هذا النموذج لكن دعونا حتى لو نظرنا إلى أقل من ذلك بر الوالدين لو تكلمنا بشكل عام كل ما يدخل السعادة في نفسي والديك كل ما يجعل أباك وأمك في رضا في سعادة في طمأنينة في راحة نفسية في قبول لتصرفك في قبول لكلامك هذا هو من البر وهذا أشكاله كثيرة جدا من البر مثلا عند الحديث معهما التلطف وخفض الصوت خفض الجناح عند الدخول عليهما المصافحة تقبيل اليد تقبيل الراس السؤال السؤال عن الحال أحيانا الأب والأم ما يريدون شيء من المادة ما يريدون شيء من المال لا يريدون هدية عينية بقدر ما تدخل ويعني فقط يريدان أن يشعر بأنك تشعر بهم تسأل عن حالهما التعاطف مع حالهما كيف أصبحت يا أمي كيف أصبحت يا أبا عند الدخول والخروج الإذن إعطاءهم قدر حتى الواحد لو شابت لحيته سيخرج من البيت يمر عند أمه يمر عند أبا أنا سأخرج لكم حاجة لكم شيء أنا أستأدمكم لما يدخل أبي أنا جئت الآن السلام عليكم ويصافحهم ويقبل أيديهم وهكذا طلب الدعاء منهما؟ طلب الدعاء منهما بدون شك ولا وليس للإنسان والله توفيق وبركة في هذه الحياة بعد فضلنا سبحانه وتعالى إلا بدعوات والده يحرص الشباب الآن الذين يشتكموا من الهم والضيق وعدم التوفيق في الدراسة أو في الزواج أو في العمل أو في طلب الرزق ليحرصوا كثيرا على طلب الدعاء من أبائهم وجميل جدا لما يدعو لك أبوك وهو راض عنك وتدعو لك أمك وهي راضية لك نعم يكون له الأثر الكبير والمردود العظيم في حياة هذا الإنسان جميل ما تفضلتم به ونحن هنا في هذه الواحة الخضراء الجميلة نرتعو في بساتينها المزهرة ونشم عبيرها الوالدين بهذا الذوق وبهذا الأسلوب وبهذه النصائح والإرشادات المهمة الوجه الآخر الوجه القاتل من الوجه الآخر اللي فعلا اللي هو العقوق أنا بصراحة من وجهة أظهر الخاصة وربنا يسلمنا جميعا أرى أنه فعلا جفاء أنك تصل إلى عقوق الوالدين يعني يتناقض مع الفطرة مع فطرة الإنسان وأقبح ما يكون أن تسيء إلى الوالدين وهما أحسن إليك أنت طفل صغير وعوام كامل أو سنوات كيف ننظر إلى هذا الموضوع الشيخ وجدي؟ الله يعني فيكم عقوق الوالدين شؤم وجرم وإثم أسأل الله العافية والسلام آمين والمتأمل في حال العاقين لآبائهم ولأمهاتهم يجد التعاسى ويجد البلاء الذي لا يفارقه والوحشة التي تمتلئ بها صدوره أسأل الله عز وجل أن لا يبلينا آمين وأن يعافي كل مبتلة لكن النماذج التي تدل على العقوق النماذج متعددة سواء حتى من زمن الصالحين المتقدمين وجد فيهم من هو عقل والده وجد في ذلك الزمن من هو عقل والده بل سطرت لنا كتب التاريخ عقوبات حلت بمن حق والده وهم في الدنيا وهم في الدنيا ومنهم من حلت به العقوبة في الآخرة أي بعد خروجه من الدنيا والقبر أو المنازل الآخرة ودعني أستجهد بموقف ذكره أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله في الحلية نعم عن العوام ابن حوشب رحمه الله قال كنت أمشي بجان مقبرة تعمل موقف هذا موقف عجيب قال فبينما أنا أمشي إذ بقبر ينشق عن صاحبه فيخرج من القبر إنسان رأسه رأس حمار وصورته صورة إنسان العجيب أنه ينهق ثلاث نهاقات الرأس رأس حمار لا حوله لا والجسد جسد إنسان وينهق ثلاث نهاقات قال ثم انطبق عليه القبر كما كان هذا متى؟ هذا بعصرات العصر وكيف تحمل المشهر هذا الرجال يقول خفت خفت قال فرأيت مرأة تغزل صوفا وشعرا بشانب المقبرة فقلت قبر من هذا؟ قالت قبر ابني قلت ما خبره؟ قالت كان يشرب الخمر كان يشرب الخمر قالت فكنت أنهى أمنعه من شرب الخمر قالت فرأيته يوما يشربه فقلت له أقصر انتهي من هذا الفعل يكفي قال إليك عني فإنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار لحظ العبارة أنت تنهقين كما ينهق الحمار قال فمات بعد العصر تقول فمات بعد العصر فينشق عنه القبر كل يوم بعد العصر لحظ العبارة فينهق ثلاث نهقات رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان ثم ينطبق عليه القبر وكما كان هذه القصة أوردها أبو نعيم رحمه الله كذلك المنذري وحسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تبارك تعالى على الجميع في المقصود أن العقوبة النتائج وخيمة وخيمة وسيئة جداً وخطيرة وهذا مظهر من المظاهر لشهدات فأحياناً تكون في الحياة في الدنيا تلاقي هذا الشخص تتنكد في حياته وتتغير كثير من الأمور عليه بسبب عقوب الوالدين صحيح اليوم والله إنك يعني يتقطع قلبك لما تجد أمًا تسكب الدمعات وتخنقها العبارات بأي سبب؟ بسبب ابنها وفي الحديث قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبتغي الأجر الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله نعم وقد تردت أمي تبكي قال ارجع إليها فأضحكها كما أبكيت فإن الجنة ثم الجنة هناك وفي رواية فإن الجنة تحت أقدام الأمهات عظيم ما تفضلتم به ولكن الوقت محدود ومعدود فقط أعود إليكم الشيخ أحمد بن شامس في هذا الاستطلاع الذي أجراه البرنامج ينتشر العقوق بنسبة كم في مجتمعنا كم النسبة يعني اللي قالوا نعم واللي قالوا لا فالنسبة كانت 30% اللي قالوا نعم إنه بينتشر كيف تعلق على هذا النسبة؟ أقول الحمد لله الحمد لله هذا أول ما أعبر به الحمد لله وحقيقة أننا مجتمعنا الحمد لله فعلا الحمد لله رب العالمين شكرا لكم الشيخ أحمد عشور بن شامس وأشكر منصول لكم أنتم الشيخ وجدي أحمد عسكول على هذا الحضور معنا في هذا اللقاء والشكر وأشكر لكم أنتم أيها السادة الكرام نلقاكم بإذن الله في ملتقى قادم وفي واحة قادمة دومتم بخير وإلى اللقاء على طريق المدى والنور نمضي ترسم درب القلوب واحة الإيمان من وحي نور الإله نصف نبني نسمو وننفو إلى منازل الجينات وصايا إيمان نهديها نبني نفوسا ونحييها معاني الحب نسديها نشد بعضا كبنيان في واحة الإيمان معاني الحب نسديها نشد بعضا كبنيان في واحة الإيمان